بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان قرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين تعليقات على كتاب التوحيد للعلامة عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاد رحمه الله الدرس التاسع والعشرون وصلى الله وسلم على نبينا محمد أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى باب بيان شيء من أنواع السحر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد قال رحمه الله باب بيان شيء من أنواع السحر لما جتر بالباب الأول حكم السحر حكم الساحر ناسب أن يذكر في هذا الباب أنواع السحر كما جاءت في الكتاب والسنة لأن من نهى عن شيء فإنه يجب عليه أن يبينه للناس حتى يتجنبوه وأما قول الإنسان ينهى عن الشيء وهو لا يبينه ولا يوضحه للناس فهذا من القصور بالعلم والتعليم من نهى عن الشيء يبين ما هو الشيء وما هي أنواعه من نهى عن النبى يبين ما هو النبى وما هي أنواعه من نهى عن السحر يبين ما هو السحر وما هي أنواعه حتى يكون الناس على مصير وعلى بينا وإذا هذا ما صنعه المؤلف رحمه الله في هذا الباب فإنه تفسير اللجاب الذي قبله أوضيح له نعم قال أحمد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا عن حيان بن العلاء حدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت نعم هذه الأشياء من السحر أنواع من السحر وهذا الحديث رواه أحمد رحمه الله في مسنده بسنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم موضحقا للرجال السيقات عن قبيصة بن المقارق الهلالي الصحابي قبي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الطرق والطيرة إن الطرق والطيرة والعيافة من الجبت إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت ذكر ثلاثة أنواع والجبت هو السحر كما سبق في الباب الذي قبل هذا أن عمر قال الجبت هو السحر تفسير قوله تعالى يؤمنون بالجبت أي السحر والجبت كلمة عامة تشمل أشياء من السحر بل السحر أعضب منواع الجبت والعيافة حسرها الراغم وهو عوف بن عبد الجميلة البصري المعروف في عوف الأعراف نعم قال عوف العيافة زجر الطيب العيافة زجر الطيب والطرق الخط يخط بالأرض وجبت قال الحسن رنة الشيطان اسناده جيد وليابي داود والنساء هذا حديث اسناده جيد حديث الذي رواه أحمد اسناده جيد لأنه موسق بالرواة التقاط هو يشتمل على الشيء الأول بيان حكم العيابة والطرف والطيرة وأنها من السحر والشيء الثاني تفسير عليه الأشياء وهذا منتبل الراوي منتبل الراوي هو عوف بن عبد الجميل الذي من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم هو أوله وأما آخره فهو من كلام الرأو هو عوف تفسير لهذه الأشياء العيابة قال زجر بطير يعني بطير وذلك أنهم كانوا في الجاهلية يتشاهمون بالطيور يتشاهمون بالطيور إذا رأوها أو رأوا أنواعا منها يتشاهمون بالغراب يتشاهمون بالبومة وإلهامة يتشاهمون بنوع الطيران إذا رأوا الطيور تطير على صفة معينة عندهم فرهوا ذلك وتراجعوا عما عزموا عليه من سفر وغيره يجرون الطيور يعني يتشاهمون بأنواعها ويتشاهمون بهيئاتها وأصوافها وطيرانها ويتشاهمون مثلاً من نعيق الغراب ومن صوت البور ويتشاهمون منها إذا رأواها تطير على صفة على صفة يكفعونها وهذا هو الطير سمى طير أو سمى حياة والطرق الطرق هو الخط يخط بالأرض وذلك من عمل السحرة فهم يخطون على الأرض وينطرون الودع وأغلب من يفعل هذا أنجسة فيقولون سيحفظ كذا أو سيحفظ كذا وهذا من عمل الشيطان لأنه بالابتعاء علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله وإنما هذا الذي يخط يستخدم للشياطين ويقضع لهم فيقدرونه بأشياء غائبة عن الناس وهذا من السحر نوع من السحر والطيرة معروفة في اتشاره بالطيور كما سبق هاي حلوها من الجد والجد هو السحر كما في تفسير عمر وإلى الله وعلا فهذه أنواع من السحر ولا تزال باقية عند بعض الجهلة أو بعض المنخرجين والمخربين تقدمونها ويستعملونها الطيور لا تزال عند الناس تطيرون تطيرون بالأشخاص يتطيرون بالطيور يتطيرون بالأصوات في اتشاره في رهي في رهي البشاء والجد قال الحسن رنة الشيطان إسناده جيد وليأجي داود والنساء تقدم في تفسير عمر أنه سحوى في تفسير الحسن البصري هنا أنه رنت الشيطان يعني صوت صوت الشيطان ورنته هو صوته عند الجزع عندما يرى الخير فإنه يجزع ويصوت لتجسم علي جنود من الشياطين ويجبرون المكر والحية لبني آدم قد جاء أنه رن أربع رن رن حين لعن ورن حين أهدق إلى الأرض ذلك في عهد آدم عليه الصلاة والسلام ورن حين ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم ورن حين نزلت فاتحة الكتاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل ما حدث خير للمسلمين فإنه يجزع ويتسخر لأنه لا يريد خير ويجتم عليه جنوده فيتدرسون المكر والكيف لبني آدم لا وعن وعن ابن عباس رضي الله عنه ما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد وهو من الفلكية يقولون حدث كلا بسبب طلوع النجم الفلاني أو غروب النجم الفلاني ينسبون الفضوء والنخوس إلى النجوم فيقولون كلا بسبب نجمه منحوس أو كلا بسبب مخبوب أو غير مالك يسبب الحوادث الأرضية إلى الأحوال الفلكية هذا هو التنجيم وهذا نوع من السحر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من النجوم يعني تعلم تعلم شيئا من التنجيم إن تعلم شيئا من التنجيم فقد اقتبس شعبة من السحر دل على أن التنجيم نوع من أنواع السحر وإذا كان نوعا من أنواع السحر فإنه حرام وشب عجبا تنسب الأمور إلا الله سبحانه وتعالى هو الذي يدبر الثوم يدبر النجوم والأهلاك وهو الذي يجري الحوادث في الأرض ينسب الأمور إلى قضاء الله وقدره لا إلى غير أنه التوحيد وعما نسبة الأمور إلى غير الله فهذا شك ومن ذلك نسبة الأمور إلى النجوم النجوم ليس لها تنبير وليس لها أي عمل إلا ما سخرها الله من أجله والنجوم مسخرات في أمره سبحانه وتعالى تطلعوا وتغروا في أمره ولها مصالح فيها مصالح كما ذكر الله زينة يسكم رجوما للشياطين وعلى مات يحتدى بها في ظلمات البر البحر والذي جعل لكم النجوم لتحتدو بها في ظلمات الدف والبحر لقد زين السماع الدنيا بزينة من الكواب لقد زين السماع الدنيا بمصابيح وأيضا هي رجوم للشياطين إذا حاول استراف السمع فإنهم يرمون بالشوق من النجوم فتقبلهم أو تطردهم ولا يتوصلون إلى ما أراد هذه فوائد النجوم كما يأتي سيأتي في التنجيم معه خاص الذي يقتبس يتعلم يقتبس يعني يتعلم التنجيم لهذا الأرض فإنه ساحق ومشرك أما الذي يتعلم علم النجوم لأجل الشيشعات فهذا لا دعس به تعلم منازل القبر تعلم منازل القبر وتعلم سير الشمس في بروجها تعلم المواقيت والقصول قصول السنة ووقت أوقات الصلوات أوقات الصلوات والصياب ووقت البذور بذور الأشجار والزراعة والزراعة هذا مباح هذا يسمى علم التسيير هذا من هوائق النجوم وهو ليس فيه شرك إنما هو معرفة الحساب تعلم عدد السنين والحساب وكل شيء وصلناه تفصيلا تعلم الليل والنهار آياتين فنحونا آية الليل وجعلنا آية النهار منصرة لتبتعوا قبل الرب ولتعلموا أدد السنين والحساب هذا لا بأس به وليس به شرك الحسابون الذين يحسبون التوقيت هؤلاء لا حرج عليهم بذا أما الذين يتعلمون التنجيم بالاعتقاد والحضور والنفوس كما يقولون هذا هو السحر وهذا هو الشرك بالله عز وجل ينبغي أن يطرق بين هذا وهذا وهذا سيأتي إن شاء الله له باب قرص نعم وقوله فنقتبس شعبة من الهجوم يعني تعلم شيئا من التنجيم المحرر فقد اقتبس أي تعلم شيئا من السحر شعبة من السحر وقال كل ما زاد من تعلم هذا فإنه يزيد إثمه ويزيد كفره وفيركم نعم وللنساء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه من عقد عقبة ثم نفث فيها فقد سحر ومن سحر فقد عشرت وهذا نوع آخر من أنواع السحر نوع رابع نوع قامس من أنواع السحر وهو النف في العقد وهذا من عمل السحر وهذا هو السحر الحقيقي أن الساحر يعقل للعقد ثم ينكت فيها بالريق مستعينا بالشيطان ثم يحصل ما يحصل من تأثير السحر بإذن الله الكون القدري الله خلق كل شيء خلق الأشياء من الخير والشرك فإذا عمل الساحر هذا العمل عقد العقد ونفت فيها بنية خبيثة واستعادة بالشيطان فصل ما يحصل من تأثير السحر بإذن الله وما هم ضالين به من أحد إلا بإذن الله أي قدره ومشيئته سبحانه لا بإذنه الشرعي فإن الله لم يشرح السحر بل قد به عنه ولكن هذا الإذن القدري الكون والله تعالى أمر رسوله أن يستعيد بالله لشرط النفاتات في العقد ومن السواحد النفاتات جمع نفات وهي المرأة التي تعقد للعقد في الخلوط ثم تنفث فيها بقصد الإساءة إلى الغير وإيصال الشرع إلى الغير وهذا استلاح بينهم وبين الشياطين فهم يقضعون للشياطين ويستعينون بالشياطين ثم يحصل ما يحصل بتقدير الله سبحانه وقضائه وقدره والذي يحصل من هذا هو الاستعالة سورة البلق فيها رقياه فيها استعالة من السحر وأهله استعالة من الحسد ومنه العين سورة عظيمة هي سورة عظيمة وهي حفن للمسلم ولهذا تشرع قراءتها بعد الصلوات قراءة آية الكرسي و سورة الإخلاص والمعوذتين بعد كل فريضة وبعد الفجر ثلاث مرات وبعد المغرب ثلاث مرات لأجل لأجل التحصن بالله من شرور الخلق من شر السحر وغيره وقوله من عقد عقدة من عقد عقدة ثم نفع فيها فقد سحر هذا في بيان نوع من أنواع السحر بل هانا هو أشد أنواع السحر وهو النفع بالعقد ومن تعلق شيئا أوفل إليه أعيد الحديث وللنساء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه من عقد عقدة ثم نفذ فيها فقد سحر عقد عقدة ثم نفذ فيها لأجموع عمر العقد لأن ستحقد الأمور ثم ينفذ فيها من ريقه الخبيب مستعين بالله مستعين بالشيطان فيحصل بالذلك الضرر على ذلك الغير الذي لم يتحصن به بالله هذه عقوبة لمن أصيب بالسحر لأنه لم يتحصن بالله ولم يستعن بالله ولم يقرأ هذه السور وهذه الآية العظيمة تحصن بها ويجوند بها على نفسه منصاب الإنسان لبرز للعدو ولم يتخذ الوقاية مصيب لكن إذا اتخذ الوقاية من عدوه تحصن فإنه لا يضره العدو والتحصن إنما هو بذكر الله عز وجل لا ينجيك من الشيطان الشياطين الإنس والجن إلا لكر الله وذلك بالولد الشرعي في الصباح والمساء لا ومن سحر فقد أشرك من سحر فقد أشرك من سحر هلعاب لطلة عمور من سح كل من سحر فقد أشرك جل على أن السحر كله شر هل فيه رد على اللي يقولون إن السحر ينقسم إلى بسمين كما سبق لنا بالباب الذي قامنا في شرح الباب اللي يقول إن السحر ينقسم إلى بسمين منه ما هو شر ومنه ما هو محرم وليس بشر كما ينسى بل الهمام والشابعي الحديث هذا رد على هذا القر الرسول لم يستدني شيئا بل قال من سحر فقد أشرك هذا عام في كل أنواع السحر وأنه شك أشرك بالله عز وجل لماذا أشرك أنه استعان بالشياطين السحرة يستعينون بالشياطين وإلا لما نفذ السحرة ولما أثروا إلا أنهم استعانوا بالشياطين وعبدوهم من دون الله وخضعوا لهم فعند ذلك يحصل نعم نعم ومن تعلق شيئا وكل إليه هذه الجملة ساء الأخيرة في حديث من تعلق شيئا وكل إليه يعني من علق قلبه بشيء وخاف منه ورجاه وكل إليه فإن علق قلبه من الله توكل على الله ورجى الله وخاف الله ويقف ويكفي من يتوكل على الله وهو حسب ومن توكل على غير الله واعتمد على غير الله وعلق قلبه بغير الله وكل إلى ذلك الغير وتخلى الله جل وعلا وخذل الجزاء من جنس العمل الذين يتعلقون على القبور والأموات يتعلقون على المشعودين والمخلفين ويتعلقون على السحرة ويخافون منهم ويرجونهم يكلهم الله إلى هؤلاء والعياذ بالله فيصابون بالأمرام ويصابون بالأوهام ويصابون بالهموم والأحساب والخوف من كل شيء والقلق من كل شيء عقوبة له أما من توكل على الله وتعلق قلبه بالله فإن الله يكفيه كل شيء وإن تعلق شيئا وكل إليه فهذا فيه التحذير من تعلق على غير الله سبحانه وتعالى الله ذله وعلا فلا تخافوه وخافوني إن كنتم مؤمنين أتخشونهم فالله أحق أن تخشون إن كنتم مؤمنين فعلق قلبك بالله خوفا وخشية ورجاعا ورغبة وأكشر بالخير ولا تنسبك إلى غير الله فيكلك الله إلى غيره ويسلط عليك شياطين الإنس والجن فتدلك وتخوه إنما ذلكم الشيطان يخوه أولياء فلا تخافوه وخافوني إن كنتم مؤمنين فهذا أصل عظيم وهو أن من تعلق شيئا وكل إليه فإن تعلقت بالله فإن الله سبحانه وتعالى يحميك ويفكيك وإن تعلقت بغير الله خذل وخسل ولا أحد يقرد أن ينجيك مما تقع فيه فتبقى في حيراتك وفي مرضك وفي فساد عقلك ودينك حتى تتوب إلى الله عز وجل وتستعيذ بالله من شر كل شر من خلال خلق نعم وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا هل أنبئكم ملعبه 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 هي النبيمة القارة بين الناس رواه مسلم ألعبه هو السحر ألعبه لإشكار الله والهاء السحر الذين جعلوا القرآن عظيم أي جعلوه سحرا المشيطون يقولون للقرآن سحر جعلوا القرآن عظيم أي سحرا والعبه هو السحر النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه ألا أنبئكم أي أخبركم ملعبه أراد أن يبين لهم خطرا نبيما ولكنه صلى الله عليه وسلم جاء بصيغة السؤال والاسم الثاب بنجري أن يتنبه لأن الأمور المهمة ينبغي أن تلقى على الطلاب بصيغة السؤال حتى يتنبه لجوابها أما لو أنك ذكرت الشيء لهم بدون سؤال فقد لا يتنبه كبير منهم أما إذا وضعته بصيغة السؤال فإنهم يتنبهون ويتطلعون إلى الجواب فهذا به التعليم على طريقة السؤال والجواب خصوصا في الأمور المهمة ما العضو ما هو العضو أي ما هو السحف هو النبيمة والنبيمة هي البشاية بين الناس الذي ينبغل الحديث بين الناس على وجه الفساد ينهب إلى هلان ويقول إن هلانا يقول فيك كذا وكذا ويضم ويتكلم فيه حتى يملأ صدره بالشف على أخيه ثم يذهب إلى الآخر ويقول مثل ذلك حتى يفسد بين الاثنين يفسد بين الزوج وزوجه يفسد بين الأخوة أخيه يفسد بين الوالد وولده يفسد بين المجتمع يفسد بين العلماء وبين عامة الناس حتى يخلق إلى المجتمع ويقع بينهم العداوة في نميمته والعيال بالله لا تطع كل حلاف مهين هماز مشائن في نميم يعني نميمة النميمة كبيرة من كبائل الدنوب وهي نوع من السحر لماذا؟ لأنها تعمل عمل السحر فكما أن السحر يفرق بين الناس ويفرق بين الأحبة يتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه فكذلك النميمة أشد من السحر تحدث من الفرق والعداوة ما هو أشد من السحر ولذلك قيل أو بالأثر إن النمام يفسد في ساعة ما يفسده الساحر في سنة النميمة أشد حسادا من السحر والنمامون مجرمون في المجتمع مفسدون في المجتمع وهذه حرفة أهل النفاق وحرفة أهل الشب وما أكثرهم لا تكثرهم الله يفسدون بين الناس للنميمة ونقل الحديث ونقل الحديث شبت رو سمعت من أحد اليوم يتكلم في الأولى لا يجب أن تكلم هذا إلى المتكلمين يواجب عليك التثمات عدم نقل الحديث فكيف إذا كان كالبا الأمر أشد وقد مر النبي صلى الله عليه وسلم في قبرين فقال إنه ما ليعذبا فأخبر صلى الله عليه وسلم أن أحدهما كان يمشي بالنميمة فالنميمة من أسباب عذاب القبر وعياذ بالنميمة وهنا يقول صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم من عضو هي النميمة أي السحر القال بين النفس الذين يقولون الحديث والقول يقولون قال فيك هلان قال فيك كلا وكلا هلان قال فيك كلا وكلا حتى يملأ الصدور بالعداوة والحفظ بين النفس الواجب على من سمع شيئا من الكناب أن يكتبه وأن ينصح للمتكلم وينهى عنه عن الغيبة أن يركاب أخاه ينهى ويبين له حرمة أعراض المسلمين أما أنه ينظر ما سمع ويبنه للمقول فيه فهذا هو النميمة الفسيس والعيابة نعم هذا في بيان نوع من الواعي السحر وهو النميمة نعم التي يتساهل فيها الناس التي يتساهل فيها الناس ويتفكهون بها في مجالسهم نعم ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من البيان لسحراء وهذا أيضا نوع من أنواع السحر وهو البيان والبيان المراد به البلاغة والفصاحة في الكلام فالبلاغة والفصاحة نوع من السحر لأنها تؤثر في عقول الناس والمستمعين فإذا كان المتكلم بليغا بليغا في كلامه فإنه يؤثر على المستمعين ويجلبهم لكن إن كان البيان يستخدم في الحق والدعوة إلى الله عز وجل فإنه محقود فإنه سحر محمود وسمي سحرا من باب التأثير فقط وإلا هو الحقيقة ليس سحرا لكنه من باب التشبيه بالسحر في تأثيره فإن كان يؤثر خيرا ويجلب المستمعين إلى سماع الحق والعمل به فهذا خير هذا طبع من الله سبحانه وتعالى والأسل عليه الصلاة والسلام عطاهم الله البلاغة البصاحة والكلام يجيب دعوة إلى الله عز وجل فهذا محمود هذا بيان محمود الخطيب والمتحدد والمخاضر في الإداءة أو في أي مجال إذا وهبه الله فصاحة وبلاغة واستخدمها في نشر الحق والدعوة إلى الله هذا عمل محمود وهذا خير خصه الله به استعمله في طاعة الله عز وجل وهذا عمل الرسل عليه الصلاة والسلام خلاف الثرثة والذي لا يفسن الكلام فهذا ينفذ المستمعين لا يستمعون إلى كلامه بل يفقل عليه الكلام لا يتلذلون به لا بالبليل البصيح أما إذا استخدم البلاغة والفصاحة للشر والدعاية للباطل والتحذير من الخير فهذا هو السحر المحرر لأن السحر يقلب الحق باطلا والباطل حقا فكذلك الفصاحة والبلاغة قد يستخدمها الإنسان لتنهير الناس من الخير وتنظيمهم في الشر ويصدون إليه بحسن كلاما وفصاحة منطقته يؤثر فيهم ويجهدون في الخير ويرغبون في الشر وهذا شأن دعاة الضلال هذا هو شأن دعاة الضلال والشياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زكرها القول ورورا ولو شاء ربك ما فعلوا فدرهم وما يكتر الشاعر يقول في زهر في القول تزيين لباطله والحق قد يعتريه سوء تعبير فالفصيح إذا استعمل فصاحته في نشر الشر فهذا هو المدموم وهذا هو السحر المحرر لأنه قلب الحقائق وغير الموازين وأفسد الأفهار تعمل الساحر كماما والعياب بالله أما إذا استخدمه في الخير ونشر الدعوة إلى الله فهذا هو المحمود من البيان البيان والفصاحة لا يدماني مطلقة ولا يمدحاني مطلق بل يدموا منهما ما كان يستعمل في الشر ويمدح ما كان يستعمل تعمل في الخير نعم فهو فهو بيان شيء من أنواع السحر قوله قال أحمد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا عوف أنحيان للعلاء حدثنا قطن بن قبيصة هو الإمام أحمد بن حمل ومحمد هو ابن جعفر المشهور بغندر الهدلي البصري فقة مشهور مات سنة ست ومئتين وعوف هو ابن أبي جميلة حفة حجين العبد البصري المعروف بعوف الأعرابي فقة مات سنة ست أو سبع وأربعين وله ست وثمانون سنة وحيان ابن العلاء في التحتية ويقال حيان ابن مخارق أو العلاء البصري مقبول وقطن بفتحتين أبو سهلة البصري صدوق ثاني قطن ثاني نعم قوله عن أبيه هو قبيصة بفتح أوله ابن مخارق بضم المين أبو عبد الله الهلالي صحابي نزل البصرة نعم قوله إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت قال عوك العيافة زجر الطير والطرق الخط يحط بالأرض والطيرة التفاؤل بأسمائها وأصواتها وممرها وهو من عادة العرب وكثير في أشعارهم يقال عافي العيف إذا زجر وحدس وظنب قوله شعبة أي طائفة ومنه الحديث الحياء شعبة من الإيمان أي جزء منه قوله والطرق الخط يحط بالأرض هكذا فسره عوف هكذا فسره عوف وهو كذلك قال أبو السعادات هو الضرب بالحصاء الذي يفعله النساء السعادات هو الأذن الأثير النهاية النهاية في غريب الحديث قوله والجبت أي السحر قوله قال الحسن رنة الشيطان قلت ذكر ابراهيم ابن محمد ابن مخلح أن في تفسير بقي ابن مخلد أن إبليس رنة أربع رنات هذا الجبت كلمة عامة يفسر بالسحر ويفسر برنة الشيطان ويفسر بغير ذلك والمفسرون كل منهم يأخذوا معنى من البعاني نعم رنة حين لعن ورنة حين أهبط ورنة حين أولد رسول الله صلى الله عليه وسلم ورنة حين أنزلت فاتحة الكتاب وروا الحاسب الضياء في المختارة الرنين الصوت وقد رنى يرن رنين وبهذا يظهر معنى قول الحسن رضي الله عنه قضى أن نعم ورنة الشيطان حين stops صوته وبيضام الحسن والجزع وليأ징 ويأتل لم تجتمع إليه الشياطين وباد ذ striving يتشاور معهم في البلлюч والم count بنا آدم قوله ومن صوت الشيطان الأغاني والمجامير ان którą أكبر عليهم بخيرك ورديك استفجز من استطعك منهم بصوتك استفجز من استطعك منهم بصوتك وصوت الشيطان منه الغناء والمزاهير من صوت الشيطان نعم وعن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد رواه ابو داود بإسناد صحيح ولذا صححه النووي والذهبي ورواه أحمد وابن ماجه قوله من اقتبس قال ابو السعادات قبست علم وأقبست إذا علمته انتهى قوله فقد اقتبس شعبة من السحر أي تعلم نوعا من الواعي السحر قوله بقد اقتبس شعبة من السحر المحرم تعليمه قال شيخ الإسلام فقد صرح رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن علم النجوم من السحر وقد قال تعالى ولا يفلف الساحر حيث أتى قوله زاد ما زاد أي كلما زاد من تعلم النجوم زاد في السحر وفي الإثم الحاصل بزيادة الابتباس شعبه فإنما يعتقدونه في النجوم من التأثير باطل كما أن تأثير السحر باطل والله أعلم قوله للنسائي من حديث أبي هريرة من عقد عقلة ثم نفت فيها فقد سحر ومن سحر فقد أشرك ومن تعلق شيئا أكل إليه هذا الحديث ذكره المصنف رحمه الله تعالى من حديث أبي هريرة وعزاه للنسائي وقد رواه النسائي مرتوعا وحسنه بن مخلح قوله هو للنسائي هو الإمام الحافظ أحمد بن شعيب بن علي الله أنه يقصد بن مخلح صاحب المخلح شرح المخلح قوله هو للنسائي هو الإمام الحافظ أحمد بن شعيب ابن علي ابن سنان ابن بحر لينار أبو عبد الرحمن صاحب السنن الكبرى والمجتبى وغيرهما فهو عن محمد بن سائي السنن الكبرى للنسائي والمجتبى مختصر مختصر منها وهو المطبوع الآن الموجود بأيدي الناس والمطبوع هو المجتبى كان مختصر من السنن الكبرى وأيضا السنن الكبرى طبعت نعم فهو عن محمد بن المثنى وابن بشار وقتيبة وخلق وكان إليه المنتهة العلمي بعلي الحديث مات سنة ثلاث وثلاثين وثلاثمائة وله ثمانون سنة قوله من عقل عقلة ثم نهت فيها فقد سحر قال تعالى ومن شر النفاشات في العقد يعني السواحل الذي يفعلن ذلك والنفذ هو دون التفل وقوله ومن تعلق شيئا في ليليه أي من علق قلبه بشيء بحيث يرجوه ويخافه وكله الله إلى ذلك الشيء ومن قصر تعلقه على الله وحده ومن قصر تعلقه على الله وحده كفاه ووقاه كما قال تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه وقال تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين ومن تعلق قلبه بغير الله في رجاء نفع أو دفع ضر فقد أشرت نعم جاد وعتمد على غير الله فهذا هو الشب توكل عبادة فل هو أعظم نواع العبادة توكل على الله ومن توكل على غير الله فقد شرف نوعا من نواع العبادة لغير الله فهذا هو الشب نعم قوله عن ابن سعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا هل أنبيكم ملعظه 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 هي النميمة القالة بين الناس رواه مسلم قوله ألا أنبيكم ملعظه بفتح المهملة وسكون المعجمة ثم فسرها بقوله هي النميمة فأطنق عليها العظ لأن النمام يعمل عمل الساحر وذكر ابن عبد البر عن يخيب لأبي كثير قال يفسد النمام والكذاب في ساحة ما لا يفسد الساحر في سنة وقال إفسد النمام أشد من الثالث ساحر لأن الساحر يؤثر على شخص أو على عدة أشخاص لكن النمام يفسد المجتمع كله يمشي بين الناس ويفسد بينهم يفسد بينهم يفسد المجتمع كله وقد تقوم الحروب بين الناس بسبب النمام ولهذا قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءت الناسكم لنبأ فتمينوا أن تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمين فيجب الحذر من النمامين وقال أبو الخطار في عيون المسائل ومن السحر السعي بالنميمة والإبساد بين الناس قال ابن حزم واتفقوا على تحريم الغيبة والنميمة في غير النصيحة الواجبة والنصيحة إذا كان المقصود منها النصيحة تحذر من فلان من أجل أن لا يغطر به الناس هذه نصيحة أو واحد شاورك استشارك في هلاني بشاركه الذي زوجه استشارك فيه تتبين ما فيه من العيوب ما بالنصيحة ما هو من باب غيبا ما هو من باب النصيحة أو تشتكي على على ولي الأمر ظالما ظلما وتذكر أنه ظالم وأنه تداب وأنه تلأ من أجل من أجل إن صافك منه وأخذ الحق منه فهذا ليس من الغير هذا من أجل المصيحة نعم أما إذا كان بغير مصيحة هذه هي الغير المحرم وأنه يحب أحدكم أن يأكل نحم أخيه ميتا فكرفتم كذلك من النصيحة بيان الجرح والتعديل في الرواد أنا لا أشك أنه ذكر مع عائلهم ولكن هذا لمصحة الأمة لأجل حفظ الشريعة لأجل حفظ الشريعة أن يذكر فيها كلم أو يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبين حالة الضاوي وما فيه من من الاتهام والبدعة أو غير ذلك من أجل أن لا يرتر بالجوايته على من باب المصيحة نعم وفيه جليل على أنها من الكبائر أو يعني النميما أنها من الكبائر لأنها كانت من السحر السحر كبيرة من الكبائر كما سبقت الباب الذي قبلها سنب السمع الموبقات شرك بالله والسحر والنميما نوع من السحر فتكون من الكبائر ولأن الله رتب عليها الوعيد نعم قوله القالة بين الناس ومنه الحديث ففشت القالة بين الناس أي تثرة القول وإيقاع الخصومة نعم قوله ولهما عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من البيان إلى السحر البيان الفصاحة والبلاغة قال ابن عبد البر شعوله طائفة على الدم لأن السحر مجمو وذهب أكثر أهل العلم وجماعة وذهب أكثر أهل العلم وجماعة أهل الأدب إلى أنه على المجح لأن الله تعالى مجح البيان أو أبنه ليس للزمن مطلقة ولا للمجح مطلقة بل هو بحسب ما استعمل إن استعمل في الخير أو ممدوح وإن استعمل في شرف أو مدوح قال وقال عمر ابن عبد العزيز رحمه الله تعالى لرجل سأله عن حاجة فأحسن المسألة فأعجبه قوله هذا والله السحر الحلال انتهى نعم استماعه حلالا لأنه لا يتركب عليه شر نعم والأول أصح والمؤمن أول أصح عند الحديث شاقه الرسول مساق الزم إن من البيان للسحرة ما أصد الرسول المنش إنما فصله الدم ويقصد البيان الذي يفتق جمد الشر والدعاية للشر وما ظل كثير من الأمم إنه بسبب دعاة الضلال وفصاحته وبلاغته فدعاة الضلال عندهم فصاحة خصوصا لأنه نافقون قال الله تعالى وإن يقول فاسمع بقوله يعني لفصاحتهم وبيانهم وهم أهل نفاق يريدون الشر نعم والأول وصح والمراد به البيان الذي فيه تنويه على السامع وتلبيس كما قال بعضهم في ذخف القول تزين لباطله والحق قد يعتريه سوء تعبير سوء يحسن القول يحسن القول يحسن القول نزين لباطله يعني باطل القول والحق قد يعتريه سوء تعبير فالإنسان اللي ما يحسن التعبير يتكلم قد يسيء إلى الحق ويكرهه الناس ويستثلونه بسبب سوء التعبير ماخوذ من قول الآخر تقول هذا مجاج النحل تمدحه وإن تشأ قلت ذا قيل الزنابير قيل الزنابير هذا مثال مثال لجعل الحسن قبيحا والقبيح الحسن العسل ماذا العسل إذا أردت أن تمدحه تقول هذا مجاج النحل وإذا أردت أن تجم قلت ها نقيل الزنابير وهي الدباب والبعور فهو العسل لكن حسب التعبير من قال أنه قيل الزنابير هل من باب التنفير منه ومن قال مجاج النحل هل من باب المجر جل على أن الناس ينظرون للتعبير نعم مدحا وذما وما جاوز توصفهما والحق قد يعتريه سوء تعبيري مدحا بقولك هذا مجاج النحل وذما بقولك لا أي الزنابير نعم قوله إن من البيان لسحر هذا من التشبيه البليغ لكون ذلك يعمل عمل السحر فيجعل الحق في قال بالباطل والباطل في قال بالحق والباطل في قال بالحق فيستميل به القلوب قلوب الجخال حتى يقبل الباطل وينكر الحق وأما البيان الذي يوضح الحق يقبله ويقبل الباطل أو يضينه فهذا هو الممجوح وهكذا حال الظفل وأسباعهم ولهذا علت مراتبهم في الفضائل وأظمت حسناتهم نعم فيه مسائل نعم الأولى أن العيافة والطرق والطيرة من الجبت يعني من السحر ففيه بيان نوعين من أنواع السحر وهما الطيرة والطرق والخط في الأرض يسمون الغمالين لأنهم يخطون على الرمض الغمال الثانية تفسير العيافة والطرق لأن العوف مسر العيافة بأنها زجر البير والطرق القط قط للأرض تعرفنا إذن ما هي العيافة وما هو الطرق هذه فاعلة عظيمة نعم الثالثة أن علم النجوم نوع من السحر ويختبس شعبة والمراتبه التنجيم المحرم الذي فيه نسبة الأمور للقواب أما التنجيم الذي هو معرفة الشساب هذا لا بسدي نعم الرابعة أن العقد معنى من ذلك أن العقد معنى في الخيوط بقصد الشر أنه من السحر بل هو أصل السحر من شر النفاذات بالعقد نعم الخامسة أن النميمة من ذلك من السحر يعني سميت سحرا لأنها تفسد بين الناس فهي تعمل عمل الساحر فهي أشد من عمل الساحر حضر النميمة خطير جدا نعم والسادسة أن من بعض الفصاحة منه أن بعض الفصاحة وهي التي تستخدم لمشر الشر والدعاية للباطل أنها من السحر لأنها تعمل عمل السحر فتصور الحق باطلا وتصور الباطلة حقا كما عليه الكثير من الكتاب الآن في السحر والمذيعون من الدعاية للباطل وتزهين الباطل والعري والسفور وتمريض المرأة على أخلاقها وعلى دينها كل هل من هذا النوع كلهم من هذا النوع من البيان الباطل الذي يقصد به دعاية للشر ونشر الفساد نعم ربينة الشيخ في الحديث إن العيافة والطر الحديث فهل العيافة والطيرة بمعنى واحد بمعنى واحد نعم العيافة والطيرة بمعنى واحد نعم ربينة الشيخ هل يجوز المسطور أن يذهب إلى الساحر للعلاج إذا ما نجحت أنا يبياتي في الباب الذي بعد الباب النساء أبو ما جاءت المشرى المؤلف ما ترك تبين لكم هذه الأمور عقل المشرى وهي علاج السحر كيف يعالج جاء ربينة الشيخ ما معنى قول الشارع كما أن تأثير السحر باطن ما معنى قول الشارع كما أن تأثير السحر باطن هاتي الكلاب اللي قبر لشبه نشوف نعم لا ينبغ إن الإنسان لا ينبغ شيء أو عبارة إنه ما ينصرها ويبتع بل ينصر فيها ويبتع 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 وفي المقصود نعم إنه ينبغ شيء تأثير من العبارة اللي لا يعلم تأثير من العبارة لتأثير من العبارة فالتنجيل أدروه باطن لأنه اعتقاد يغيرك أعز وجل وشيركم بالله كما أن نستحر أشيركم من مردك في الجن شياطين وكفرة الجن مردك في الجن أما المسلمون منهم فإنهم مسلمون ومؤمنون وإخوال لنا من أخوالنا في فرض من الكافر الجني الكافر والجني المشف الجني الكافر هذا شيطان والجني المسلفة يمؤمن وأصم لنا الله أقول لنا الله يعز وجل وأمن اشتعال بالجن فأدجون يطلق أدجون الاستعانة بالجن لأن هذا وسيلة إلى الشرط وما ورد أن أحد استعان بالجن من الشيء مردك يستر بالنمين كثبت النمين كما ترمن دم على ما حقر منه ويطلع عن النمين يعني يتركها ويعزونا ما يعود إليه ثوبة النفاق في ثوبة الحيث يعني ذلك الشيء لا أعلم الله أنه لفائد في حيث الهداء وعلى 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 هدو أعلم هذا يأتي إن شاء الله هباب الصير لأتي هباب الصير ولكن معناه أن ليس هذا من الصير لأن هذه أشياء خلق الله فيها الشر من الشر فتجتنب من أجل شرية وإنسا معناه القيارة تطير كل شيء، تطير الأخياء، تطير الصالحين فلو نراجل أنه من جنب الأشياء التي يعمل الآن لأنها شرية تجنب شرية شرية ماذا يخبرون مرحباً؟ هل هذا الغارج على الصحيح والرسول؟ قلوا، قلوا يا أسوح؟ كله يصل، إن بعد الظهر وإن زارق الشمس دخل المساء فلو أوردت عند جواري الشمس قلوا أوردت هذه المساء وكما نقلوا أوردت بعد الحصر أو بعد المغرير كله في المساء لا كنت أردت إلى الزهر هذه الأشياء، لا أردت إلى الزهر لأنه يمكن أن تكون المساء إذا كانوا مميزين يتقنون بالسلام فإذا تتعلمهم بقدر استطاعتهم لا تكثر عليهم تعلمهم بقدر ما يستطيعون من الوجود أما إذا كانوا غير مميزين فأنت الذي تقرأ عليه وتعوينهم بالله وإذن الشيء أنه لا تقرر فقر السحر كنت مصاحبين عنه فسن لما يتاكل فقر السحر بمعنى أنه يكتب وأنه يكفر كما يكفر الساحة لكنها تأكل حكم السحر من وجه الإفساد والتعليم ولا تأكل حكمه من الشيء الكبر ومن الشيء الجوء القتل لا تأكل حكمه من هذه الزاحب لا لا تأكل حكمه من الشيء من الشيء الجوء العقاة أنه يكون الآن ويحضر ساحة العقاة كما يحلم الجوء والتعليم لا أنا من التوقع هو يستدذون عليه بأخوار الجو تدذون عليه بأخوار الجو وعلى ذاته تحدث في الجو وهو لا يبنسونه يقولون يتوقع كذا يتوقع كذا لا يتوقع ليس أولي لعلم النجوم لا ويسن الشيء أنهم يطار دقل مدلات لتأكل وديه الجد لا يطار دقل لنفصل بصل الشتاء دقل بصل الصيف بصل الرضيع بصل الفرين يتمر على الفصل ومن سنة الله جلا وعلى ودعن من كل بصل دعن به إما الحر وإما الضرق هو إما العهدى وإذن الشيء ماذا لعله هذا الانتعان الحياطي أشهر أنه يمكنه الانتعان وإذن يشغل عن راق وإذن الله تعالى كما هو كما هو إنه استعانه لول الله وإذنه تعالق قلبه وذيه لله أو شيء وإذن الشيء لا أدرجوا لا أدرجوا ما تستطيع في التمذيذ وإذا أردناهم وإذنهم أفضلهم 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 لا تستطيعوا ما تستطيعوا وإذنهم أفضلهم يجب أن يتجن لهم تشرح لهم مع الحروض المخررة يجب أن يتجن لهم تشرح لهم وحذرهم من الحروض المخررة لو لا يتطلب منهم تخيرهم في هذا أن يتجن أفضلهم وإذنهم أفضلهم يجب أن يكون أفضلهم هذا هو هذا هو هذا الشيطان استعان به لكنك لا تشوف الشيطان استعان به تعامل له هذا العمل فأعمالهم شيطانية يقولون إنهم هم اللي يعملونها وهم لا يعملون الشياطين إنما تعملوا لهم الشياطين خدمة لهم يسمون قبلهم الله عز وجل والتعاناتهم في الشياطين فهم تجارون ومفتارون جاهز ومعه يجب أن يكون يجب أن يكون يجب أن يكون يجب أن يكون معروفاً ومعه وعلاً 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 وأن أحضرهم في حسول على خلال المتنفية وعلاً 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 نعم هذا ورد عن الواسول صلى الله عليه وسلم والأنبياء بإذن الله عليهم على أيديهم معجزان قالهم معجزان لبي من الأنبياء ولن يصل أحد إلى ذلك ولهذا قال من استطاع أنا من باب التعجيز ألا أحد يستطيع المر يظل معجزان النبي الذي جعلت له هذه المعجز ألا قالوا من استطاع من باب التعجيز وبياناً أن أحداً لن يصل إلى ما كان يفعله ذلك النبي لا لا من باب الإقراء بل من باب الإنتر والتعجيز لا أميلاً 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 وحينما لا أنتنا يتجهون من إجناء وحينما لا يتجهون أذكرنا إذا كان لنا للباب المصيحة أو من باب التظلم عند الحافظ لأن المصلحة راجحة فيها على المضرة أو من باب تحليل تحليل من بعض الرواكي الكذابين في الحديث المصلحة راجحة ولا يعتاد فينا وغير نعم ويا ستي نعمقوا براحي في أجاني الأطفال النظرات والنظرات وليسال المتعادة هذا ما ستيحة هذا هو التنجيل هذا الشرق ولا يجود أن يصدر هذا في جرائب المسلمين ولا مجلات المسلمين إلا ما هذا يصدر عن قول ما يؤمنون في الله أو يغوان ما يعلمون العقيقة يتكسبون للإسلام لكن لا يعلمون العقيدة ولا يعلمون نوافذ التوحيد على كل حال هذا لا يجبون راضي ولا يجبون تصبيبه بل يجبون إنكاره والابتعاده نعم لا يجبون إنكاره بل يجبون إنكاره ويقولون صاحب الخار الشفاع أحسنى وإنكاره لا يجبون إنكاره لا يجبون أن يقلب من الميت شيء فالشفاع ولا إسمعه ولا مستقره ولا غيرتكي أما الميت انقطع عمل فلا يجب منه شيء وإنما يطلب الشفاع من الله عز وجدك فيقول الله تشفع بي نبيك الله لا تحرمني شفاعة نبيك شفع بي عبادك الصالحين لا تحرمني لشفاعتي عبادك الصالحين لا يجبون الله سبحانه وتعالى ولا يجبون الخبور يسأل لا دعاء ولا استغرار ولا شفاع ولا أين يحاجف من الحوائب لأن الموتى قد انتهوا وانطبعت أعمالهم ولا نترى منهم أي شيء إنما يدعانا والاستغرر لهم رحم عليهم إلى كار المسلمين لا وإذن الشيء مرورة 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 مملكة مرورة مرورة آية مرورة الثاني مرورة أعbad أهرب ومتال ف fer مرورة أ dile ضغم ذلك يسرى المخرب الذي لا على النبي صلى الله عليه وسلم من دعا لها من دفعها ومن ومن أخذها ومن سعى بيها ومن سعى بيها نعم وما تسدف الأعمال وما تسدف مصالح الناس إلا لسبب العشوة نعم ومن الشيء شكرا الله ومن السبب ومن السبب إذا لم يستطع يكفر بطارة يمين وإن كان يستطيع حيجب عليهم الصياح ربما صلى الله عليه وسلم اللي وراء يطيع الله ويطيع من لراء يعطي الله فلا يعطي وهذا عشان كبير من الناس يزمرون ثم إذا جاء الوفاء صار يتبرر ويتساقل ويتساقل هذا أمر لا يب الإنساني لا نغض لله يجب عليهم الوفاء ويتساقل 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 إلا إذا كان عاجزا العاجز يكفر توقع ويتساقل عن المدى لا ويتساقل 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 إلى المدى ويتساقل 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 اشتركوا في القناة 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 هم مسافرون وراجوا التحرك من مكة إلى المطار يواصلوا سبرهم فصلوا جمعوا بين الصلاةين جمعوا بين الصلاةين لأنهم يريدون السفر لا ما نحن ذلك لأنهم إذا تحركوا لسفر فقد دخلوا بأحكام المثالة أما لو كانوا من أهل مكة فإنهم لا يجعلون الجمع لأنهم ما بعد خرجوا من البلد ولا يجعلون القصط لأنهم ما بعد خرجوا من البلد الله تعالى علم صلى الله عليه وسلم الله تعالى علم